بعجينة سحرية بلا طوي ولوي نحضروا آلد مخمار للفطور وللقوتي ديال تحميلة الوجه واحد معمر واحد خاوي واحد ينسيكم في واحد بطريقة جدا سهلة مختصرة جربوه اردو علي الخبار في قصرية او اذا كتوفروا على عجانة اخدموا بها غادي نحتاجو نص كيلو ديال دقيق الفرص نوعية جيدة اي خمسة ديال كيسان ديال العنبة تقريبا ثلاثة ديال كووس ديال الفينو ما يعادل 350 جرام دابرتو بالكيسان ثلاثة ديال كووس مملوئين غادي نوضع معلقة صغيرة ديال الملحة معلقة صغيرة مع مراشي بخميرة ديال الخبز او معلقة صغيرة ديال العسل طبيعة الحل العسل تقدروا تعوضوها بالسكر وغادي نجمع بالكأس الاول ديال الحليب دافي وغادي نزيد نجمع تقريبا ثلاثة ديال كووس ديال الما غير دافين بحال هم بحال الحليب ما يكونوش سخونين غير هكا دافين واحد شوية لاحظو معايا كنطلع العجينة في اللول شوية قاسحو كنبقى نضيف في الما وكندلك نضيف وكندلك طبيعة الحل اللي عندهم العجانة يقدروا يعجنو فيها تكنحصلوا على واحد العجينة مدلوكة مزيان رخوة ماشي قاسحو ماشي خفيفة يعني اخف من العجينة ديال المسمن والملاوي اخوات لي ما عندهمش الجهد باش يدلكو جمعو غير العجينة غطيوها بالبلاستيك وحط خمسة ديال دقايق رجعو كتلقو هاد الكات راسها براسها في الاخير كندها اللي عجينة ديالي بالزيد نرطيها ببلاستيك وبمندل خليها عشرة ديال دقايق ونرجع ليها من بعد مكا رجع العجينة ديالي كنلقها بهات الشكل هذا ماشاء الله ارتاحت وخغر عشرة دقايق العجينة فش تدلك مزيان كتلق راسها بسرعة مع ما عندناش عجينة قاسها عدنا عجينة اللي راطبة سافي كنقسم العجين على جوج تقدروا تخدمو عجينة مرة وحدا ما تقسموش هاد القصمة هادي ويكن بغيتوا عدد توريقات كتر كنقسمها كالاجوج كربح حتى الوقت غدي نخليهم يرتاحوا واحد شوية هير واحد خمسة ديال الدقايق ونرجع ليهم وهنا يم بعد ما داست خمسة ديال الدقايق غدي ندوب شوية ديال السبدة اللي غدي نحتاجها في التوريق يوب تقريبا واحد خمسين قرام زبدة مارغارين العادية اللي كانت سبيسيال ممكن تخدمو بيها وغدي نحتاج الفينو او السميدة المتوسطة اللي كان متوفر وغدي نحتاج الزيت ففي الاول كنهكب حلا كنقرس الكويرة الاولى على سطح العمل اللي مدهون بالسيت كنقرس حتى الكويرة الثانية كندها الكويرة الاولى بشوية ديال الزبدة من الواسطة من الجوانب كنرش بالفينو اي القمح الصلب تقدروا تستعملوا السميدة العادية وكنحط الكويرة الثانية على الكويرة الاولى بهات الشكل كنساويهم مزيان كنرشت على الثانية الفينو والزبدة والزيت وغادي نقرسوها بشكل عادي اولا غادي نطلقوها عفوا من بعد مما كانت نطلقوها غادي نجيبو ايطار اولا زلافة اولا باش ما بغيتو تقطعو وغادي نطبع بهات الشكل بالنسبة لزلافة كيكون الحاوف ديالها ماشي ماضي من بعد هكا كندوز بواحد الجرر اولا بواحد السكين اذا كان عندكم الايطار ممكن تخدمو به ايطار ديال ثمانية ديال سانتي من بعد غادي نجيل هالدوائر دائرة نعمل فيها الزبدة ودائرة لا وهو غادي نحط الدائرة اللي ما فيها الشتزبدة على الدائرة اللي فيها الزبدة والزيت عفوا مكا بقول غير الزبدة وانا مخلطها الزبدة والزيت سافيكا نحط هكا وحدة على وحدة بحالة درنا 4 ديال مثلا درتوه اذا طلقتو العجينة مرة وحدة مدرتوش دا كويرة على كويرة نجمع هاد البقايا ديال العادي نعود نعجنها واحد شوية وكنا نشكلها كويرات اقسمتها على 6 ديال الكويرات من بعد غادي نخليهم يرتاحوا وغادي نحضر هنا الحشوة اللي غادي ندير في الوحيدات المالحين غادي ندير هنا جبن درت تقريبا ثلاثة دلمعالاك كبارين وتقريبا معي القاة صغيرة ديال الزعتر تقدروا يدعيز عليكم السانوج عزيز عليكم مثلا التوما القصبور معدنوس تنسمو هاد الجبن باش مما بغيتو انا قدرت غير الجبن والصحتار اخوات اللي بغاوا يعاوضوا الجبن تقدروا تعاوضوه بالفرماج المتلات خدوا واحد ستا ديال الوحيدات ديروا لهم الزعتر ولا اي حاجة بغيتو تنسموه وهاكا معسوهم مزيان خليت داك الكوارات وحد خمستاشر دقيقة على مرتاحو انتو ممنين تشوفوه مرتاحو دوزو تشكلو كنطلق الكوارة الاولى كنحط داك الدوائر اللي كنت حطيت على بعض يتمجوج الدوائر فوق بعضو وكنوضع عليهم معلقة ديال الجبن وكنجيب السكين او الجرارة وكندير هاد الاشريطة في الجوانب عدد الاشريطة مش مهم ديروا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية الاشريطة مهم هكا ديروا الشريطات في الجوانب وما يكونش شرطة احدى شرطة خلي واحد شوية هكا ديال الميساحة باش يتجمعوا لكم على بعضهم بهات الشكل من بعد كنجمع هاد الاطراف ومنين كنطلقت الكوارة دارو ورمي كنطلقوه كندهنو بالزبدة والزيت وكرشوه بالفينو باش هاد الاشريطة مي كنجمعوهم على بعضيتهم كيجوا مورقين سافيكا نقد هكا الكوارة الليش بعدها مزياد غدي نعود معاكم محيد اخرى كنطلق الكوارة كندهنو بالزبدة والزيت كنرشوه بالفينو رشو غير شوية كنحدك جوج على بعضهم كنحط معلقة ديال الجبن كنوزعها باليد ديالي كنجيب سكين او جرارة وكندير هكا شريطة في الجوانب كندير وحدة ثمانية ولا تسعود ديال الشريطة وكلمطوه بهاد الشكل ونجبدوه على الاطراف والواسط وغدي ندير وحيدة هكذا معمرين بالجبن كندير ثلاثة معمرين بالجبن وثلاثة درتهم خاويين بالجبن كندير نعود معكم نفس الطريقة بش ميجيش الفيديو طويل نفس اللي درتهم خاويين غير داك المعلقة ديال الجبن ما كان عملاشي كنغطي عليهم كنخليهم حتى كيرتاحوا كل مما تحت العجينة كتعطيكم الطوع كتر وكيتقرسوا بكل سهولة بلا ما تتقطع العجينة وبلا ما ما يخرج لكم داك الجبن وهاكا قرسوهم ارقاقين بش ميجيو شغلات وصفيك نبدو انطيبوا وحدة ممر وحدة فالمدة ديالا الراحة اللي خليتهم معنا خليتهم تقريبا واحد خمسة وثلاثين دقيقة مهم تقربت باش نحطهم عاد دست نطيبهم باش نحطهم هكا سخانين ومقرمشين صافيك نسخل المقلة كان ندهنها بشوية ديال الزيت والزبدة والزيت اللي مخلطين باش مما بغيتو وصفيك بقى نحطوا وحيدة ممر وحيدة كان طيب وحنا كان طيبو النار مهيلة باش يتحمروا مزيان على خطرهم ويطيبو النار مزيان من داخل ومنين كنشوف السميدة تجمعت في المقلة كنحيدها باش مكتتحرقش وتلفق لنا في داك في الوحيدة تخرين اللي عاد غا يطيبو ممكن طيبوهم في الفرن اذا طيبتهم في الفرن قرصوهم في الصينية خليهم يتضاعف الحجم ديالهم عاد طيبوهم انا طيبتهم معاكم في المقلة صدقوني كيجيوا واعرين في المقلة داك المادق ديال الطيب ديال المقلة عاو تاني بحديته صافي كنستمر بالطيب وحده ممر وحده حتى كنكملوا كيكونوا بهات الشكل هذا فادرت ثلاثة معمرين بالجبن وثلاثة بلاء عمارة كيجيوا بحال بعضهم غير الحشوان اللي كتمييزهم صافي هكاملين كنحيدهم هما مقرمشين كنضربهم شوية باش تكتوري قد ديالهم كيتفتحوا وكيكونوا بهات الشكل هذا من داخل هدي اللي معمرها بالجبن كتجي واعر ديك الجبن كيجي مزيون كل ما كتنوعية جبن زوينة كتعطي طعم مزيون حتى الفرماج يددرتو كيجي مزيون طبيعة الحل ما كيبغيش تزعتر تقدروا تعوضوه باي حاجة كتفضلو وكيكون بهات الشكل هذا من داخل كيجيوا ولا اروع فهم واحد حميرة واحد قرمشة يا سلام هادو مخيمرات بطريقة جدا سهلة بسيطة مختصرة وكيجيوا وارين اتمنى ان شاء الله تجربوهم تأكد ان شاء الله غاد يعجبوكم غاد يعجبو الأحباب ديالكم جربوهم صحة والراحة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة